تواصلت خلال العام الحالي انتهاكات الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين من قتل واعتقال وتهجير وهدم للمنازل فخلال عام 2018 نفذت السلطات الصهيونية عمليات هدم طالت نحو 540 منزلا ومنشأة فلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة في انتهاكات خلفت 1300 فلسطيني بلا مأوى بينهم اكثر من 200 طفل لتكون السنة الحالية سنة هدم المنازل سلطات الاحتلال استولت خلال السنة الجارية على 69 منشأة ما بين سكنية وزراعية وتجارية كان اكثرها مساعدات من جهات دولية بينها الاتحاد الاوروبي في حين منع الاحتلال ترميم نحو 460 بيتا ومنشأة خلال السنة التي اوشكت على الانتهاء اما الانتهاكات في ملف الاسرى والمعتقلين فقد رصدها تقرير لمركز اسرى فلسطين للدراسات اذ اعتقلت القوات الصهيونية خلال عام 2018 خمسة الاف وسبعمائة فلسطيني بينهم 980 طفلا و175 امرأة وفتاة و150 من المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة في تصايد لسياسات العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني بهدف استنزافه بشريا وردعه عن الاستمرار في طريق المقاومة تقرير المركز اكد ان السلطات الصهيونية واصلت عبر مؤسساتها المختلفة الحرب ضد الاسرى الفلسطينيين عبر استهدافهم بالقرارات التعسفية واشكال الانتهاك والتضييق والحرمان من كل مقاومات الحياة ومنع العلاج والزيارات عنهم ناهيكا عن اقتحام غرفهم واقسامهم والاعتداء عليهم بالضرب وعزلهم في ظروف قاسية وفرض الاحكام الانتقامية بحقهم ولا تتوقف جرائم الاحتلال الصهيوني فجرائم قتل المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرات العودة شرقي قطاع غزة لا تزال متواصلة اسبوعيا حتى بلغ عدد القتلى المئات في دليل اخر يؤكد عنف واجرام الاحتلال الصهيوني الذي يستهدف كل ما هو عربي في ارض فلسطين المحتلة